اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى عائل وعلى صاحبه اجمعين فيديو جديد من هرمت ونتي والقسم الخاص بالولادي الهرمت ونتي فرع الرودة احطولكم العنوان في صندوق الوصف وفي كل تعليق هيطلب مني العنوان هكتبهوله بالتفصيل تمام زي ما احنا شايفين كده ده القسم الخاص بالاولاد الاسعار عندهم موحدة للي ما شافش الفيديوهات السابقة الاسعار عندهم 23 ريال كل حاجة هتشوفوها هناك على 23 ريال شايفين بقى الجمال شايفين الاخدر اللي عده ده فضيع والصوف يعني هتشوفو حاجات حلوة قوي قوي متبطنة بالفرو والصوف فيه اطنيات وجنسات يعني حاجات تحفظ تفرجوا بقى كده واستمتعوا شايفين ما شاء الله الجنسات هناك انصحكم بيها الجنس الولادي هناك والبناتي والله كل حاجة يعني بجد انصحكم بيها كنت صورت كمان الجنس في القسم الخاص بالرجالي فضيع اللي عنده بقى اولاد سن 18 و20 و16 وكده يعني هيلاقي بقى في القسم اللي هو الخاص بالرجالي فيه لعشرين سنة يعني انا جبت من هناك رقم 20 وفيه رقم 18 وكده اللي مش هيلاقي يعني في القسم الخاص بالاولاد ولو ان انا شايفة يعني ان كل حاجة الحمد لله متوفرة شايف المقاسيات متوفرة في كل مكان الجنس هناك حلوة قوي والسطايل بتاعه حلو والرسومات اللي عليه حلوة والجودة بتاعته كمان حلوة قوي كمان فيه حاجات تانية يعني ده جنس برضو بس الوان غير الجنس اللي احنا متعودين عليه فيه مقاسات يا جماعة اللي هيشوف يعني حاجة وتعجبه هيسأل هل فيه مقاسات مثلا مقاس 12 فيه مقاس 4 فيه كده يعني مقاسات مختلفة اه فيه مقاسات مختلفة من كل حاجة الخامة يعني واضحة قدامكم برضو الخامة واضحة بنطلون تقيل ما شاء الله جميل اه القطقم دي فظيعة برضو تقيل على فكرة شتوية مش اللي هي تقيلة تقول الشاكت لأ اني دي حاجات بجاين بيتي وكده بس هي تقيلة شتوية على تلاتة وعشرين ريال الاسعار بقول تاني اكتر من مرة في كل فيديو الاسعار تلاتة وعشرين ريال السعر هناك موحد وفيه يعني بعض الاستندات كده بيبقى حطين عليه حاجات معينة وبيبقى اسعارها اتناشر ريال جميل اللون ده جميل على فكرة اللون ده موضة اصلا وكمان خصوصا في القسم الخاص بالنساء بالحريم يعني بسيدات بقول لكم بكل اللهجات اهو اللون اللي عادة ده الاخضر ومشتقاته وطلع موضة جميل جميل الترمج ده حلو او شيك يعني وحلو تقيل على تلاتة وعشرين ريال حلو والله اللي انا شايفه السعر حلو مميز فرو يا طرى المكان ده في الصيف عامل ازاي هننتظر بقى ان شاء الله بقى الصيفي ان شاء الله ما عدي الشيطة على خير كده وانا متحمسة للصيفي طبعا عشان بقى الصفار والهدايا فان شاء الله يكون عنده حاجات حلوة ويعني انصحكم بصراحة لياخد هدايا ياخد من مكان زي كده الحاجة حلوة والسعر كويس برضو الموليد في قسم خاص بالموليد جميل جميل هتلاقي عندك حاجات حلوة قوي في الموليد وفي بيت الطفل جميل وخمات حلوة هتشوفوها برضو دلوقتي شايفين الافرول تقيل يعني فيه اللي هو خفيف شوية وفيه التقيل مش الخفيف خالص خالص برضو لا يعني خفيف نوعا ما على تلاتة وعشرين ريال بيت الطفل بيت الطفل فيه منه الوان كتير وفيه ستايل تاني كمان مختلف هتشوفوه دلوقتي يعني حاجات حلوة قوي شايفين برضو ده حلوة قوي مع المخدة بتاعته بقى وكل حاجة عندك برضو القطقم دي للاطفال للطفل فيه كل ما يخص الطفل وبرضو فيه الشوزات وعلى فكر على اتناشر ريال الشوزات دي على اتناشر ريال فيه المناشف اللي هي الفوط الخاصة بالبي برضو على اتناشر ريال مكتوب على العلبة اتناشر ريال البجايم 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 المواليد الجنسات برضو شايفين الخاص بالمواليد حاطينه في قسم المواليد هو بس المكان محتاج ان انت يتدورك واسع لفكرة المكان مش كبير اوي مثلا مقارنة بالهرم مقارنة باماكن تانية ان هو مساحته كبيرة هتعرفوا تدوروا على فكرة هتعرفوا تطلعوا الحاجة بس زي باقولكم خليكم مستعدين كده قبلها بحس ان انت تلف كويس مش تروحوا وتقولوا احنا ملقناش لسه جايلي تعليق ان احنا روحنا وملقناش الحاجة موجودة يا جماعة ده مش عارض ده اسعارهم الدايمة وبضاعتهم الدايمة موجودة الفوط وجمالها الفوط فضيعة يعني عملا شوائكم من اول فيديو على الفوط اللي عندهم الفوطة كبيرة على فكرة طويلة معي التحت طويلة وخميتها حلوة على تلاتة وعشرين والوانها كلها حلوة استنوا فيه الوان تانية فيه الوان تانية برسومات حلوة قوي دي قولي لي هتروحوا هتروحوا امتى خلينا نحدد يوم ونتقابل هناك خلينا نعمل هجوم بقى لان انا بجد لسه عايز اروح اشتري فوط واشتري حاجات من عندهم فوط كتير والحاجة كتير وشايفين كمان الناقشة دي بتاعت الفوطة يعني مش استايل واحد بس من الحاجة لا هتلاقي حاجات كتير شايفة برضو اللي هي الابيض في الازرق دي جميلة جميلة بشاكير فيه شايفين الفوطة دي معروفة برا يعني برضو اسعارها معروفة يعني هي نفس الحاجة الحلوة اللي برا هي نفس الحاجة الحلوة اللي عندهم على فكرة بس السعر اقل برضو عندك الشنط الشنط اللي هي فوق دي تحفة فيه السجاد اللي هو السجادة اللي هي بمسند السجادة الصلاة اللي هي بمسند اللي هي بالكرسي دي عندهم برضو على 23 كل اللي في الاكياس طبعا مرضيش يطلعها من الاكياس بتاعتها يعني الناس بتبقى مرتبع الحاجة وكده. آآ بس دي اللي هي في الشنط بتاعتها اللي هي من تحت الشنط اللي فوق يعني. دي سجادة صلة. في بقى سجادة صلة تاني اهو يبدأ كده من هنا على تلاتة وعشرين. حلوة على تلاتة وعشرين برضو يعني انت بتاخد خامة كويسة. مش مش نفسهم معاشرة وكده المعاشرة دي ملهاش لازمة. حلوة علشان برضو اللي بيبقى نازل آآ نازل من عمره او آآ يعني برضو نازل آآ نازل لبلده وكده وعايز ياخد هدايا معاه او ياخد للبيت عنده. في كتير. في حاجات مختلفة كتير. لا قسم المفرشات ده عايز تغطى كامل يعني عايزين نشوف ايه تاني يعني ده بس كده اللي انا صورته لكم. مقدرش اقول لكم ايه تاني موجود عشان انا ما صورتوش وما انتبهتلوش يعني لسه عايزين نشوف بقى فيه في بطاطين في الحيفة في كده يعني. برضو حطت لكم اه الدفيات. الدفيات حطتها هنا تاني في الفيديو انا حطها في اول فيديو في الخاص بالقسم الرجالي. الفضيع قسم الرجالي اللي ما شافوش يروح يشوفو. آآ حطتها لكم في القسم الرجالي وقلت حطها لكم هنا تاني بما انا منزل لكم الفوط وكده. فاللي ما شافهاش يعني قبل كده يشوفها. على تلاتة وعشرين ريال الدفيات دي بره على خمسة واربعين. الدفاية دي بره على خمسة واربعين معروفة. الدفاية كبيرة آآ بس زي ما انتم شايفين كده فيها المشبك بتاعها مش عارف افردها. هي نفسه مخمسة واربعين بره. وكمان في آآ في قامات مختلفة هتشوفه معايا دلوقتي. يعني هتشوفه اللي هي نفس البطنية كده ولنا نفس اللي مسكهي كده وفيه المضلعة والوانها كلاحلوة بصراحة وفي الطيجر هناك فضيع. والوانها كلاحلوة والوانها ديها شايفين بقى دي دي خمتاني تانية يعني. ما زلقني دي خمتانية ودي برضو حلوة اوي. كلهم حلوين والله يقول لهم حلوين بس يعني كل واحدة بقى يعني هي وفكرها يعني لا أنا عايزة من دي أنا عايزة من دي فيه طيجر تاني ألوان تانية حلوة أوي